على بعد كيلومترات من الطرف الآسوي لمدينة اسطنبول أكثر من ألف شخص عربي يعيش في هذه المدينة نحن اليوم في مدينة سكاريا وتحديدا في المدينة الحالمة صبانجة تبعى الصبانجة عن اسطنبول تقريبا 130 كيلو وأقرب منطقة لها 115 كيلو الشوي في صبانجة هو القرار اللي كنا نتفقين عليه من قبل أن نحجز رحلتنا إلى تركيا وكنا حريصين جدا أنه من أول يوم نجرب الشوي في مدينة صبانجة وفي هذا الكوخ الجميل كانت التجربة بعلا مختلفة الشيء اللي هنا ممكن يكون مختلف عن أي تجربة أنه جميع أدوات ومستلزمات الطبخ أو المواد الغذائية كلفتنا تقريبا 80 دولار وهنا نتكلم 80 دولار لخمسة أشخاص بصراحة ما فيني أي صبر أنتظر هذه تنتهي من الواقع خبرتك كم أبغالها أبغى أنا جي شيف ممكن يجهز متى الطلب يجهز خمسة دقائق خمسة قول لك ليلك طويل خمسة دقائق إيش كم يعني عشر دقائق في خمسة دقائق زايد إحساس صعب إحساس صعب ولكن بمانا أنا هنا ما نحاسب الدرفة موجود بس داختك داختك في لقاء حرارة طوصة ثلاثة اليوم ثلاثة هيكون صعبة بالنظر أكثر فقرة ممتعة في هذا اليوم هذه هي الفقرة للأسف أنه المايك ما كان شغال معاي وكان فيه مشكلة وما انتبهت لأ إلا بعد ما انتهت هذه الفقرة ما قدرت أني نزلكم أي شي إلا هذه الفقرات البسيطة إلا حب أني أشارككم معانا الأجواء اللي كنا عايشينها صباح الخير ويوم جديد في مدينة صبانجا اليوم راح أخذكم لفة في هذه المنطقة عشان نكتشفها ما بعض انتجينا اليوم من هذا الكوخ عشان نبدو أن نكتشف مدينة صبانجا معاي الجميل والرائع مؤمن مسادي وشقيقي وأخوي أخوي صغيري اللي حيساعدني أن يطلع بمحتوى بإذن الله حنطلع ببلغات ومحتوى مرحبت كيف علي النواوضة بطلقها المكان الجميل هذا أنصحكم أنصحكم تجوه وتعيشوا أجواء روعة أجواء فيها يعني إيش أقول لكم أجواء حالمة أجواء رائعة تقطع عن صخب المدينة في اسطنبول تجي هنا تأخذك يوم يومين صدقني يعني استشفاء للنفس وصفاء للذهن أنصحكم هذي كذا على السريع الآن وينو انتوا هجيين يا عبداللطيف على كارتبة إن شاء الله كارتبة بإذن الله ونشوف يقولوا فيه ثلوج إن شاء الله أنا أتوقعت صراحة المنطقة هذه تكون كلها ثلوج لكن للأسف ما في ثلوج فحنطع الجبل ونشوف اشتركوا في القناة جبل كارتبة الآن قمة جبل كارتبة أو أعلى منطقة ممكن توصلها سيارات في جبل كارتبة يعتبر جبل كارتبة من أهم المناطق السياحية في مدينة صابنجا وهو المعلم الأهم في صابنجا في التزلج وفي عندنا برضو ركوبة الفريق في الدبابات الثلجية في طبعا فيه هنا برضو أوتلات تقدر تستاجر هنا رغو أني أنا من الناس ما أنصح ولكن ممكن تستاجر هنا ليش ما أنصح لأن الخدمات هنا أبسط الخدمات حيكون شعرها مضاعف عن الموجود في المدينة خلينا رح نشوف الأنشطة الموجودة في الجبل يلا طبعا من الأنشطة الجميلة اللي ممكن ممكن أتجربها لسا قاعد شاور نفسي هو هذه الدبابات الجميلة الدبابات اللي تمشى الثلج هذه شايفين كيف تصميمها مختلف عن الشيء الطبيعي شيء غريب أنا أول مرة أشوفو شكرا جدا جميل شكرا يا عبداللطيف شكرا لطيف شكرا لطيف الآن أنا فين ماشي رايح داخل من هذا الفندق وفي مخرج من الفندق مخرج ثاني عن زي ما قلتها لكم في مخرج ثاني من خلال الفندق داخلينه احنا رايح طبعا تسألوني ليش نواف تصور كل هذا هذه الطلبات جاءتني نواف أي شي تصوية تصور إن شاء الله تمشي في سيب فاضي ما لو أي فما أقدر أرد أحدا لازم ألوبي طلباتكم دعونا نكمل تماشي معاً؟ موسيقى كنت أولا أقول لكم كنت أفكر أني أركب ما أركب لكن للأسف ما أركب والسبب أنه سعر الساعة هنا 3500 ليرا بما يعادل 700 ريال سعودي مبلغ عالي والله ممكن 150 دولار حنركب ممكن هذا المكشوف تتوقع يكون بـ 20 ألف؟ ممكن 40 ريال سعودي تقريبا 200 ليرا تركيب كيف الأجواء معك؟ فرفكته موسيقى موسيقى نحن أخذ كوب قهوة ونكمل طريقنا واتجاهاتنا قبل الرجوع إلى مدينة اسطنبول موسيقى هنروح إن شاء الله على مقلة الزجاج هنصر بالدرون اذن الله طبعا كل أقطات الدرون اللي تشوفوه في الفيديو هذا من الفنان المبدع الله أعطيك العافية يام زبطنا يلا نكمل كوب قهوة كذا نروق عليه سوي رفريش نكمل أنا عني حاخذ أمريكانو سعيد اسبرسو أمريكانو أمريكانو اثنين أمريكانو ثلاثة أمريكانو ثلاثة أمريكانو سعر الكوب 40 ليرة تقريبا ثمانية ريال سعودي هذا الأمريكانو أنا مريع عنداج الأسعار لكن تقريبا في منطقة السياحية يعتبر نوعنا مقبول صح؟ كما التطني هذا؟ طبعا اسم الكلمة التطني عندهم حلاء صح؟ حلاء عندنا برضه في مأكلات أو حلويات كذا أو حلاء واحد لكن هنا عندهم الحلاء أي نوع تقول له تطني الحلاء الحلاء أيوة أبغى طيب خلاص أعطي أعطي ثلاثين أعطيني اللي فوق أنا نفسي اللي فوق أيوة أيوة يا ناس أنا لايخ أبغى شي يرفع لي ليه زعلان انت؟ ليه زعلان والله من زعلان فجأ جاني كمول جاني مدني الآن تتصحصح طبعا هذا الممر الزجاجي طبعا مؤمن ما شاء الله ما عنده أي مشكلة الخوف يوق خوف أنا أوثق والله في جذب في المعماريين والمهندسين الأتراك أقوي أحشان كلا ثقة في الله أولا أنا شك فيه مساهمين إنما يموجود الله إلهي فأنا ماشي هنا طبعا يا أخوان أنا عندي فوبيا غير طبيعية هذه بحيرة هذه بحيرة الصبانجة نعم في حالة لدينا أحوالي نعم بحيث موضوع موسيقى فهلن بحيث من الأشياء الحلوة موسيقى هذا هو مكان هذا هو مكان هل احبت هنا؟ إنه مكان جميل إنه مكان جميل هناك مكان جميل ولكننا نتوقع أكثر سنة شكرا 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 الحمد لله درون كاميرا كل شيء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة